ونترككم الآن مع شرح لمادة الرياضيات متمنين لكم أوقات ملؤها الفائدة والمعلمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب صف الثاني الثانوي أهلا بكم أهلا بكم عبر أثير صوت التربية والتعليم الإذاعة التعليمية الأولى من فلسطين التي تبث على موجة 102.1 فم معكم المعلمة سعدية مقاط معلمة مدة الرياضيات من مدرسة هاشم عط الشوى الثانوية للبنات نلتق اليوم بكم في حلقة جديدة من مادة الرياضيات للصف الثاني الثاني وبفرعي الأدبي والشرعي وعنوان درسنا لهذا اليوم هو التكامل غير المحدود سنتعرف في درسنا اليوم على التكامل غير المحدود وقواعد التكامل المحدود الأولى والثانية بإذن الله دعونا نتوكل ونبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى طبعا في الحياة كثير من الأمور المتضادة كالاحتلال والاستقلال الطول والقصر الحرارة والبرودة أيضا في الرياضيات عنا أشياء متضادة مثل الجمع والطرح الضرب والقسمة التفاضل والتكامل إذن التكامل هو عملية عكسية للتفاضل سبق وأن تعرضنا في الشروحات السابقة للتفاضل واليوم سنتعرف سويا على التكامل وحكينا أن التكامل هو عملية عكسية للتفاضل طيب دعونا نتعرض لهذا المثال البسيط إذا كان قاف السين تساوي سين تربية زائد واحد إذا كان قاف السين تساوي سين تربية زائد واحد فإن قاف شرطة للسين تساوي ماذا؟ طبعا حسب قواعد الاشتقاق اثنين سين كمان مرة بعيد إذا كان قاف السين تساوي سين تربية زائد واحد فإن قاف شرطة للسين تساوي اثنين سين طب لو أخذنا اقتران آخر وسمينا كاف السين وحكينا أنه كاف السين تساوي سين تربية زائد ثلاثة سين تربية زائد ثلاثة فإن كاف شرطة للسين ماذا تساوي؟ أيضا تساوي اثنين سين طيب لو طلعنا إحنا لهاي الاقترانات بالقاف السين وكاف السين إحنا لقينا إنه قاف شرطة للسين تساوي كاف شرطة للسين ولكن هل تساوي قاف شرطة للسين وكاف شرطة للسين يعني أن قاف السين وكاف السين متساويان؟ لحظنا من خلال المثال اللي إحنا حكيناه إنه قاف شرطة للسين أعطاني جوابها اثنين سين وكاف شرطة للسين أعطتني جوابها اثنين سين إذن المشتقات متساويات طب هل الاقترانات الأصلية متساوية؟ هذا ما سنعرفه من خلال درسنا اليوم اللي هو التكامل غير المحدود تمام؟ إذن لو كان عندي تكامل غير محدود لو كان عندي تكامل قاف شرطة للسين دالسين تكامل غير محدود تكامل غير محدود لقاف شرطة للسين بالنسبة إلى سين فبحكي تكامل قاف شرطة للسين دالسين تساوي ماذا تساوي قاف السين زائد جيم زائد جيم ما هي جيم هي ثابت التكامل هي ثابت التكامل إذن طيب بالنظر للموضوع تكامل إش الجو إشارة التكامل قاف شرطة للسين دالسين إذن ما داخل إشارة التكامل غير المحدود مين قاف شرطة للسين المشتقة الأولى للإقتران طيب تساوي جواب هذا التكامل إش حيرجعني حيرجعني للإقتران الأصلي قاف السين زائد جيم اللي هي ثابت التكامل تمام طبعا هذا ثابت التكامل لأني أنا لما اشتقيت في أشياء ضاعت مني فأنا بدي أستردها من وين من خلال ثابت التكامل جيم إذن أنا في المثال اللي أنا طرحته حكيت لك إنه قاف شرطة وكاف شرطة متساويان لكن هل الإقترانات الأصلية متساوية؟ الاختلاف يكون في ثابت التكامل جيم فقط تمام؟ طيب خلينا نروح مع بعض كتأكيد لهذا التعريف سؤال أربعة صفحة خمسة وثلاثين سؤال أربعة صفحة خمسة وثلاثين ماذا يقول؟ إذا كان صاد تساوي تكامل غير محدود لسين تربية زائد ثلاثة بالنسبة لسين يعني دالسين أجد دالصاد دالسين أجد دالصاد دالسين طيب كمان مرة صاد تساوي تكامل سين تربية دالسين بدي المشتقة دالصاد دالسين طب أنا بعرف إنه مداخل إشارة التكامل المحدود مين؟ هو المشتقة الأولى للإقتران إذن دالقف مداخل إشارة التكامل المحدود هو المشتقة الأولى للإقتران وبالتالي دالصاد دالسين ماذا تساوي تساوي سين تربية زائد ثلاثة كما هي ما بضيف إش عليها ولا إش دالصاد دالسين ماذا تساوي سين تربية زائد ثلاثة طيب سؤال آخر اللي هو سؤال اتنين صفحة خمسة وثلاثين إش بحكيلي؟ إذا كان قاف السين تساوي تكامل إجهوات التكامل سين أس خمسة ناقص أربعة سين تكعيب زائد ثمانية بالنسبة لسين يعني دالسين إذن قاف السين تساوي تكامل سين أس خمسة ناقص أربعة سين تكعيب زائد ثمانية دالسين فإن قاف شرطة للواحد ماذا تساوي قاف شرطة للواحد ماذا تساوي طيب إحنا أخذنا وبنهيد وبنأكد لأن هذا معلوم مهمة وبتورد بالامتحان إن ما داخل إشارة التكامل الغير المحدود هو المشتقة الأولى للإقتران وهو طلب مني قيمة هذه المشتقة عند الواحد إذن كل المطلوب علي أعرف إنه قاف شرطة للسين تساوي سين أس خمسة ناقص أربعة سين تكعيب زائد تمانية إذن أولا عرفت إنه المشتقة الأولى لإقتراني قاف شرطة للسين بتساوي سين أس خمسة ناقص أربعة سين تكعيب زائد تمانية وبعد هيك بدأ أعود مكان السين بواحد فبيكون عندي قاف شرطة للواحد تساوي واحد أس خمسة ناقص أربعة في واحد أس ثلاثة زائد تمانية واحد أس خمسة واحد ناقص أربعة طبعا واحد تكعيب واحد وأربعة في واحد واحد فحيكون عندي واحد ناقص أربعة زائد تمانية واحد ناقص أربعة سالب ثلاثة سالب ثلاثة زائد تمانية فبيكون الإجابة خمسة الجواب خمسة إذن عزائنا الطلاب هيك بنكون إحنا لاخدنا القاع اللي هو مفهوم التكامل المحدود الغير محدود إنه هو عبارة عن تكامل المشتقة الأولى لا الاقتران بدي أعطيني الاقتران الأصلي زائد جيم طيب خلينا نشوف الآن قواعد التكامل غير المحدود والقاعدة الأولى ماذا تقول القاعدة الأولى تقول تكامل ألف دالسين من ألف؟ ألف عدد حقيقي تكامل ألف دالسين تساوي ماذا تساوي؟ تساوي ألف سين زائد جيم من هي جيم؟ هي ثابت التكامل وهي أيضا عدد حقيقي إذن تكامل ألف دالسين تساوي ألف سين زائد جيم حيث ألف وجيم عددان حقيقيا طب إيش يعني؟ معنات لك من تكامل أجوات التكامل عدد فقط؟ عدد فقط؟ دالسين ماذا يساوي؟ يساوي هذا العدد؟ محطوط جنب سين زائد ثابت التكامل جيم طيب مثال سريع لو حكى لأجد تكامل تسعة دالسين تكامل تسعة دالسين ماذا تساوي؟ على طول حسب القاعدة تساوي تسعة سين زائد جيم أيضا لو حكينا تكامل نص دالسين نص دالسين نص أيضا عدد حقيقي إذن ما هو جواب التكامل؟ حيكون نص سين زائد جيم نص سين زائد جيم طيب لو أخدنا سؤال واحد فرعواو سؤال واحد فرعواو بقول لي تكامل خمسة أس أربعة آلاف واتنين تكامل خمسة مرفوعة لأي أس الخمسة مرفوعة لأي أس لأي عدد في الأس دالسين بتغير؟ هل بصبح معا متغيغة؟ ولا بيضل بثابت كما هو؟ يبقى ثابتا كما هو إذن تكامل خمسة أس أربعة آلاف واتنين دالسين يساوي خمسة أس أربعة آلاف واتنين كما هي؟ سين زائد جيم سين زائد جيم تمام؟ طيب ننتقل الآن إلى القاعدة الثانية قاعدة الثانية ماذا تقول؟ تكامل سين أس نون دالسين يساوي سين أس نون زائد واحد على نون زائد واحد زائد جيم حيث نون وجيم عددان حقيقيا ونون لا تساوي سالب واحد إذن مرة أخرى القاعدة الثانية بتحكي لي تكامل سين أس نون دالسين تساوي سين أس نون زائد واحد على نون زائد واحد طبعا منساش زائد ثابت التكامل جيم حيثه نون وجيم عددان حقيقيان ونون لا تساوي سالب واحد حتى ما أحصلش على المقام صفر ناخد مثال تطبيق عليه مثال اثنين صفحة اثنين وثلاثين بحكي لي جد تكامل سين تكايب دالسين سين تكايب دالسين بحكي حسب القاعدة بهمتها البساطة بضيف واحد على الأس وبقسم على المجموع وبأحط له ثابت التكامل يعني تكامل سين تكايب دالسين ماذا يساوي يساوي سين أس تلاتة زائد واحد على في المقام إيش ححط أيضا تلاتة زائد واحد منساش جنبها زائد ثابت التكامل جيم إذن سين أس تلاتة زائد واحد على تلاتة زائد واحد زائد جيم طبعاً ثلاثة زائد واحد كام أربعة فبيكون عندي سين أس أربعة على أربعة زائد جيم طبعاً مثال آخر أو تكمل لهذا المثال تكامل الجذر التكعيبي لسين دالسين الجذر التكعيبي لسين دالسين أولاً حتى نحصل على أو نستطيع أن نجرع عملية التكامل لازم نحول السين للأس الجذر السين نحوله لأسس فحيصير إيش في عندك؟ الجذر التكعيبي لسين ماذا يساوي؟ إحنا أخذنا في التفاضل الجذر التكعيبي لسين يساوي سين أس تلت أحسنتم إذن الجذر التكعيبي لسين حيتحول لسين أس تلت فحيصير عندي تكامل سين أس تلت دالسين أكامل أضيف واحد على الأس وقسم على المجموع زائد جيم فحيصير سين أس تلت زائد واحد على تلت زائد واحد زاد ثابت التكامل جيم طبعا احنا اتفقنا بدنا نوحد المقامات عشان نقدر نعمل عملية الجمع في الأسوس وفي المقام فحيصير عندي سين أس تلت زائد 3 على 3 الواحد حولناه ل3 على 3 عشان نوحد المقامات على تلت زائد 3 على 3 زائد جيم طبعا تلت زائد 3 على 3 حيعتيني سين أس 4 على 3 على 4 على 3 زائد جيم. طبعا معروف من سابقا انه مقام المقام بطلع على طول في البسط. فحيصير ايش عندي? تلاتة على اربعة في سين اس اربعة تلاتة زائد جيم. تلاتة على اربعة سين اس اربعة اتلات يعني اربعة تلاتة زائد جيم. الان ضروري اني ارجع هذا الاسس او الاسس الكسري لصورة الجذرية. يعني حيصير تلاتة على اربعة ضرب احط جزر تحت الجزر سين. وارجع. عندي الاسس عندي اربعة على تلاتة. الاربعة هي الاسس اللي حتنكتب على السين. والتلاتة هي دليل الجذر اللي حتنكتب على الجذر. فحيكون عندي الجذر التكعي بلا سين اس اربعة زائد جيم. اذا الجواب تلاتة على اربعة في الجذر التكعي بلا سين اس اربعة زائد جيم طبعا ضروري جدا هنطلق عزائي الطلاب انه رجعها للصورة الاصلية صورة الجذر لانه لو اجاب سؤال اختار الاجابة الصحيحة حيكون حططلك ايها بصورة الجذر فضروري ترجعها لاصلها طيب لو اخدنا كمان التمرين اخر اللي هو سين واحد فرع جيم اللي بقول لي اوجد تكامل الجذر السابع لسين دال سين تكامل الجذر السابع لسين دال سين طيب نبدأ اولا نحول الى الصورة الاصية فحسير طبعا سين اص كام واحد فحسير تكامل سين اص واحد على سبعة سبع اذا صارت سين اص سبع دال سين انا ما كملتش انا فقط حولت الجذر لأص الان ابدأ عملية التكامل حيساوي سين اص سبع زائد واحد على في المقام سبع زائد واحد طبعا منساش زائد ثابت التكامل جيم طبعا على طول الواحد يحول لايش لا سبع على سبع حتى انواحد المقام فحسير عندي سين اص سبع زائد سبع على سبع على سبع سبع زائد سبع على سبع زائد ثابت التكامل جيم طبعا واحد على سبع زائد سبع على سبع حيكون الجواب تمانية على سبع بهذا حيساوي سين اص تمانية على سبع على تمانية على سبع زائد جيم تبحث عزيز الطالب انه الاس هو نفس المقام سين اص تمانية على سبع في الاس في البسط والمقام عندي تمانية على سبع طبعا السبع اللي موجودة في مقام المقام تلقائيا حتطلع على البسط حيسير سبعة على تمانية في سين اص تمانية على سبعة زائد جيم مرة اخرى بدنا نرجع الاسورة الكسرية للأسس للجذور فباجهان تمانية على سبع التمانية حتروح للأس على السين والسبعة حتروح لدليل الجذر فحيكون الجواب في صورة النهائية سبعة على تمانية في الجذر السابع يعني على دليل الجذر حكتب سبعة لسين اص تمانية زائد جيم اذا اش صارت سبعة تمانية ضرب الجذر السابع لسين اص تمانية زائد جيم الجذر السابع لسين اص تمانية زائد جيم هيك بنكون احنا حكينا في تمرين واحد فراجيم من التمرين ومسائل طبعا لازلنا معكم والدرس اللي هو التكامل غير المحدود ونكمل على بركة الله ننتقل الآن لتمرين تمانية صفحة تمانية واربعين تمرين تمانية صفحة تمانية واربعين ايش تمرين تمانية بحكي لي اذا كان تكامل قاف شرطة للسين دلسين بساوي تلاتة سين تربيع ناقص اربع سين زائد جيم فما قيمت قاف شرطة للتنين فما قيمت قاف شرطة للتنين اذا مرة اخرى اذا كان تكامل قاف شرطة للسين دلسين يساوي تلاتة سين تربيع ناقص اربع سين زائد جيم فما قيمت قاف شرطة للتنين هل هي اتنعش او اربعة او سالب اتنين او تمانية طيب الان انا بدأ استحضر معاكو اللي هو التكامل غير المحدود احنا كلنا مداخل اشارة التكامل المحدود هو المشتقة طب ما بعد اشارة المساواة هو الاقتران الاصلي هو الاقتران الاصلي اذا اول خطة بدي اعرف ان قاف السين مين هي هي تلاتة سين تربيع ناقص اربع سين زائد جيم اذا لازم اعرف مين قاف السين ومين قاف شرطة للسين قاف شرطة للسين هي اللي موجودة داخل اشارة التكامل غير المحدود ما بعد اشارة المساواة هي قاف السين طيب اعرفنا انه قاف السين بالساوي تلاتة سين تربيع ناقص اربع سين زائد جيم طبعا انا مش مطلوب من الاقتران الاصلي انا طالب مني قاف شرطة للتنين وبالتالي بدي اجيب قاف شرطة للسين شايفيني انزاء الطلاب كيف دمج الجزئين مع بعض احنا كنا بالاول ناخد تفاضل لان ناخد تكامل رغم ذلك سؤالنا بربطنا بالتفاضل سؤالنا بربطنا بالتفاضل يعني دول عمليات متلازمات طيب نيجي نقول قاف شرطة للسين ماذا تساوي اشتق تلاتة سين تربيع ايش مشتقتها ستة سين ناقص اربع سين اربع سين ايش مشتقتها ناقص اربع طب في عندي زائد جيم جيم ايش مشتقتها مش الجيم هي عدد اذا مشتقت العدد كام سفر فبيكون عندي قاف شرطة للسين ماذا تساوي تساوي ستة سين ناقص اربع طب ايش المطلوب المطلوب قاف شرطة للتنين نيجي نعوض قاف شرطة للتنين ماذا تساوي تساوي ستة ضرب اتنين ناقص اربع طيب ستة في اتنين كام اتناعش اتناعش ناقص اربع كام 8 فبيكون الإجابة الصحيحة هي الخيار الأخير اللي هو 8 طبعا أعزاء الطلاب إحنا في هذا الدرس تعرفنا إلى مفهوم التكامل غير المحدود واخدنا القاعدة الأولى للتكامل والقاعدة الثانية للتكامل غير المحدود وعرفنا إنه تكامل قاف شرطة للسين ده السين بده يعطيني قاف السين زائد جيم تكامل المشتقة الأولى للإقتران بده تعطيني الإقتران الأصلي زائد جيم أيضا عرفنا إنه تكامل الإقتران الثابت اللي هو تكامل ألف دالسين تكامل ألف دالسين على طول بحض جنب الألف سين زائد جيم فبيصير ألف سين زائد جيم أخذنا أيضا تكامل سين أس نون دالسين وحكينا إنه سين أس نون دالسين تكاملها هو سين أس نون زائد واحد على نون زائد واحد زائد جيم وحكينا أيضا إنه نون وجيم هي أعداد حقيقية أمانون فلا تساوي السالب واحد حتى ما يكون عندي المقام يساوي الصفر طبعا بهيك عزيزنا الطلاب نكون انتهينا من درس اليوم اللي هو الجزء الأول من التفاضل عفوا من التكامل غير المحدود طبعا أتمنى أن نكونوا قد وفقنا فيما عرضناه وشكرا لحسن استماعكم نتمنى لكم دوام التفوق والنجاح نلتقي إن شاء الله بكم في تتمة هذا الدرس اللي هو التكامل غير المحدود والقواعد الأخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لإصغائكم ونلقاكم بإذن الله في الدروس القادمة مع تحيات إذاعة صوت التربية والتعليم شكرا لإصغائكم شكرا لإصغائكم شكرا لإصغائكم